السلام عليكم ورحمة الله إليكم الموقف الإخباري أهلا بكم كشف عضو مدلس السيادة الانتقالية البروفيسور صديق تاور عن الشروع في إجازتنا لقانون إقليم دارفور خلال الفترة المقبلة جاء ذلك خلال مخاطبته فاتحة أعمال ورشة عمل بعنوان تحديات إقليم دارفور في ظل التحول الديمقراطي والتي نظمتها المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بالتعاون مع وزارة الحكم الاتحادي وهيئة محامي دارفور ودعا تاور خلال حديثه إلى نشر ثقافة احترام القانون وتعزيز قيم التسامح ومن جانبه أكد مدير مكتب السودان بالمؤسسة الدولية سامي عبدالحليم أهمية الشراكة مع هيئة محامي دارفور وكافة المكونات بالإقليم من أجل التصدي للتحديات التي تواجه التحول الديمقراطي هذا القانون لم يجاز لم يعرض يجد حظ من المشاورات الكافية في تقديري أنه كان يحتاج أن ينتظر حتى مؤتمر الحكم والإدارة لأنه يجمع كل القبرات السودانية وكل القدرات السودانية في أن تأتي بوصفة وبالتالي ليس هناك استعجال المسألة ليست مجرد نصوص نتفق عليها ونجيزها وكذا لا بد أن نكون حساسين ودقيقين تجاه مسلح هذه القضايا ذات التبعات الكبيرة هذا التطور الدستوري يجد اهتمام كبير جدا في منظمة الانترناشنال ايديا وبالتالي سعينا بأن نخلق شراكة مع المؤسسات ومراكز الفكر والقانون في دارفور فكنا محظوظين جدا بأن نلتقي بهيئة محامية دارفور ونبتدي عمل متصل بمستويات الحكمة الجديد في إقليم دارفور وبحيث أن نأسس على علاقات قانونية بين مستويات الحكم بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم التقت وزيرة الخارجية الدكتور مريم الصادق المهدي بمتبه بالوزارة وفدن ضم ممثلي لمبادرة تجمع المقتربين والمهاجرين السودانين برئاسة الدكتور موسى حمود وهذا وقد أحاط الوفد الوزير بالهدف الذي يعمل التجمع من أجله وهو دعم الفترة الانتقالية في كل المجالات لسيما المجال الاقتصادي عبر جذب الاستثمارات الأجنبية وأكد رئيس وفد التجمع أن المبادرة مستقلة ولا تدبع لأي جهة سياسية ومن جانبها أعربت مريم المهدي عن استعداد الحكومة الانتقالية لتبني وإنجاح كل المبادرات موسيقى بحث وزير الاستثمار والتعاون الدولية الدكتور الهادي محمد إبراهيم لدى لقائه بمكتبه القائم بعمل السفرة البريطانية بالخرطوم لويز وكر الفرص الاستثمارية بالسودان وقدم الوزير شرحا حول مجهودات الحكومة في تحقيق السلام والتحول الديمقراطي وأضاف أن الدولة قامت بعدد من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والتي أقرتها الحكومة الانتقالية مشيرا إلى أن الوزارة بدلت العديد من الجهد لتحريك الشراكة مع المستثمر حتى تكون هناك مكاسب مشتركة بين الطرفين نهاية الموقف الإخبارين ننتقل مباشرة إلى المؤتمر الصحفي لمجموعة زبيدة القابضة بفندوق كورنسيا بالخرطومة ترجمة نانسي قنقر شكرا